فالصورة اللي قدامنا بتورينا بتقول لنا ان فيه الخلية الاولى دي جات هم مش عارفين جات ازاي بس هنفترض انها جات فيه ناس بتقول نشأت من المياه وناس بتقول جات من الفضاء الخارجي وبعدين تحولت للأسماك وبعد الأسماك بقت البر مائيات وبعد البر مائيات بقت الزواحف وبعد زواحف بقت طيور تخالل الزواحف اللي بت... على الارض دي بقت طيور الديناصورات على فكرة من الزواحف نعم فبيقولوا الديناصورات طارت وهي الطيور الحديثة وبعدين بيقول لك الحيوانات ظهرت على الأرض وبعدين الثدييات وبعدين وصل الإنسان طبعا الكلام ده فيه مشاكل علمية ضخمة مش بس مشاكل روحية في الكتابة يعني كمان ديقول انه احنا مش أغبي يا سوري يعني آسف للكل بقامن احنا مش أغبي يعني حتى يحكو لنا شوية كلام بالزبط وما فيش دليل علمي عليه بالمرة بالمرة وانا مش بتحدى لكن انا باطلب بكل إخلاص اللي عنده أي سؤال يقدمهن من خلال البرنامج وبكل أمانة هنرد عليه بكل تفصيل طيب خلينا نقول احنا بدنا الرد دلوقتي ايه اللي عاوزت ترد في الموضوع الرد بقى الخلق الكتابي الخلق ده عمل معجزي ما هواش عمل طبيعي تمام لانه الحياة تنشأ من حياة لو جبت كل المكونات بتاعة الخلية وخلطهم على بعض مش هتطلع خلية حية خالص فلازم يكون فيه حياة فمصدر الحياة هو الله الخلق الكتابي بقى تعالى نشوف بيقول ايه خلق كجنسه 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 فده النموذج اللي قدامنا دلوقتي على الصورة الخليقة ان فيه حاجات مادية خلقها في الكائنات اللي هي الفردية بعد كده الكائنات المائية المختلفة وبعد كده البرمائيات والزواحف والطيور ودبابات الارض والانسان فده الاجابة ان الخلق عمل معجزي وليس عمل طبيعي فقط فالخلق لازم يكون سوبر ناتشرل يعني فوق الطبيعة اللي احنا نعرفها لان القوانين اللي بتحكم العالم دلوقتي مش هي القوانين اللي تخلق بيها العالم لان القوانين اللي بتحكم العالم دلوقتي مكتش موجودة لما العالم ابتدى العالم ابتدى بقوانين ما فوق الطبيعة وبعد كده الرب وضع القوانين اللي بتصستين العالم يعني حتى نفس الفكرة في العهد الجديد في الانجيل المقدس في بشارة يحنى في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان آية أربعة فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه وقال الله ليكن نور وفصل الله بين الظلمة والنور والله فوق الطبيعة فالله مش محتاج لقوانين الطبيعة عشان يخلق الله بيخلق بكلمة قدرته الله بيخلق لأنه هو الخالق لأن الله خارج الزمن احنا عندنا النهاردة وبكرة ومبارح لأننا جزء من الكرة الأرضية فالأرض بتلف حوالين نفسها تعمل يوم الأمر بيلف حوالين الأرض يعمل شهر الشهر القمري الأرض بتلف حوالين الشمس تعمل سنة الله خارج المجموعة الشمسية دي بالكامل خارج الزمن كلية فمش محكوم بمبارح والنهاردة وبكرة الله مش محتاج لوقت طويل عشان يخلق الله بكلمة قدرته بيخلق وده نموذج الخلق الكتابي اللي علينا نفهمه صح لأن للأسف عدد كبير من الناس ما بيقضيش وقت يقرأ هذه الأصحى